فلاي أديل شركة طيران سعودية منخفضة تككلفة تحدث ضجاً في سوق الطيران التنافسي في الشرق الأوسط منذ انطلاقها أصبحت فلاي أديل رمزاً للابتكار والكفاءة في صناعة الطيران تأسست الشركة في عام 2016 وسرعان ما اشتهرت بتذاكرها بأسعار معقولة وأسطولها الحديث بفضل استراتيجيتها الذكية تمكنت فلاي أديل من جذب شريحة واسعة من المسافرين الذين يبحثون عن تجربة سفر مريحة وموثوقة دون تكبد تكاليف باهظة وقد لاقت تزام فلاي أديل بتوفير السفر الجوي بأسعار معقولة صدى لدى المسافرين مما عزز مكانتها كنجم صاعد في المنطقة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية أصبحت فلاي أديل الخيار المفضل للعديد من المسافرين ويمثل استحواذ الشركة مؤخراً على طائرة إيربوس A3 وارتينسيوني نيو الجديدة علامة فارقة أخرى في مسار نموها المثير للإعجاب هذه الطائرة المتطورة تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الإنبعاثات مما يعكس التزام فلاي أديل بالاستدامة والابتكار في مجال الطيران وصلت أحدث طائرات فلاي أديل وهي من طراز إيربوس A3 وارتينسيوني نيو إلى قاعدتها وسط ضجة كبيرة هذا الحدث يملخ خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع والنمو في سوق الطيران وتعد الطائرة أحدث إضافة إلى أسطول الشركة الذي يتوسع بسرعة حيث تسعى فلاي أديل إلى تعزيز وجودها في المنطقة وتقديم خدمات متميزة لعملائها وتمثل التزامها بتزويد الركاب بأفضل تجربة السفر الممكنة من المقاعد المريحة إلى الخدمات الودية تهدف فلاي أديل إلى جعل كل رحلة تجربها لا تنسى وهذه الطائرة A3 وارتينسيوني نيو الجديدة التي أطلق عليها اسم القائد هي ثاني طائرة تتسلمها الشركة في غضون شهرين فقط هذا يعكس التزام فلاي أديل بتحديث أسطولها بشكل مستمر وستضاف الطائرة الجديدة إلى أسطول فلاي أديل الحالي من طائرات عائلة A3 وارتينسيوني مما يعزز قدراتها التشغيلية بشكل أكبر مع هذه الإضافة تتكون الشركة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على رحلاتها وتقديم خدمات أفضل لعملائها إن وصول القائد هو شهادة على خطط فلاي أديل التوسعية الطموحة فقد دأبت الشركة على زيادة حجم أسطولها بشكل مطرد لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي في المنطقة وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل كوني كورفياتيس عن حماسه للطائرة الجديدة قائلاً يمثل وصول هذه الطائرة لحظة مهمة في رحلتنا فهي تتيح لنا إضافة المزيد من السعى إلى شبكتنا وتقديم المزيد من خيارات السفر بأسعار معقولة لضيوفنا تشغل فلاي أديل بشكل أساسي خطوطاً داخلية داخل المملكة العربية السعودية تربط بين المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام وقد تم تصميم شبكة خطوط الشركة بشكل استراتيجي لتلبية احتياجات كل من مسافري الأعمال والترفيه مما يوفر خيارات سفر جوي مريحة وبأسعار معقولة ومع إضافة طائرات A3R1C Neo الجديدة ستتمكن فلاي أديل من توسيع شبكتها بشكل أكبر وتقديم المزيد من الرحلات على الخطوط الحالية القسم الخامس نظرة الفاحصة على طائرة A3R1C Neo تعد Airbus A3R1C Neo طائرة حديثة ذات ممر واحد تشتهر بكفاءتها في استهلاك الوقود وصداقتها للبيئة وراحة الركاب تتميز هذه الطائرة بتصميمها العصري الذي يضمن تجربة سفر مريحة وهادئة للمسافرين ويشير مصطلح Neo إلى خيار المحرك الجديد وهو ما يعكس التحديثات الكبيرة التي أدخلت على هذه الطائرة وهذه الطائرات مزودت بمحركات تربوفان الموجهة من برات أند ويتني التي تعد من بين أفضل المحركات في العالم من حيث الكفاءة والأداء وتساهم هذه المحركات إلى جانب الديناميكا الهوائية المحسنة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بشكل كبير مقارنة بالأجيال السابقة من الطائرات هذا يعني أن الطائرة ليست فقط أكثر كفاءة بل أيضا أكثر صداقة للبيئة ويمكن لطائرة A3 سيرينتينيو أن تستوعب ما يصل إلى 186 راكباً في تكوين مريح بثلاثة مقاعد في كل صف هذا يجعلها خياراً مثالياً لشركات الطيران التي تسعى لتقديم تجربة السفر المريحة وفعالة لركابها القسم السادس أسطول حديث وشاب تفتخر فلاي أديل بامتلاكها واحداً من أحدث الأساطيل في العالم حيث يبلغ متوسط عمر طائراتها أقل من ثلاث سنوات بقليل ويضمن هذا الالتزام بتشغيل أسطول حديث تمتع الركاب بأحدث وسائل الراحة في المقصورة وأنظمة الترفيه وكفاءة استهلاك الوقود ويتكون أسطول الشركة حالياً من 23 طائرة A3 ريني نيو و11 طائرة A3 رفيرين سيو القسم السابع التزام فلاي أديل بالمستقبل إن تسليم طائرة A3 ريني نيو الجديدة هذه هو جزء من طلبية أكبر قدمتها فلاي أديل ولد الشركة ما مجموعه ثماني طائرات A3 ريني نيو من المقرر تسليمها في عام 2024 مما يعزز أسطولها وخطط توسيع خطوطها بشكل أكبر وستتيح هذه الطائرات الجديدة لشركة فلاي أديل الاستمرار في تقديم أسعار تنافسية مع الحفاظ على مستوى عال من الخدمة في خطوة تؤكد التزامها بالنمو وقعت فلاي أديل صفقة تاريخية مع إيرباس في وقت سابق من هذا العام وتشمل الاتفاقية وهي الأكبر في تاريخ الشركة شراء 51 طائرة من عائلة A3 ريني نيو وتضم هذه الطلبية 12 طائرة A3 ريني نيو سيتم تسليمها على مدى السنوات القليلة المقبلة وستلعب هذه الطائرات دوراً أساسياً في دعم طموح فلاي أديل لتصبح شركة طيران منخفط التكلفة رائداً في المنطقة يتماشى استثمار فلاي أديل في طائرة A3 ريني نيو الموفرة للوقود مع التزامها بالاستدامة وتدرك الشركة أهمية تقليل تأثيرها البيئي وقد خطت خوات كبيرة في هذا المجال ومن خلال تشغيل أسطول حديث وموفر للوقود تعمل فلاي أديل على تقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للسفر الجوي يشهد الشرق الأوسط طفرة في الطلب على السفر الجوي مدفوعاً بتزايد عدد السكان وارتفاع الدخل المتاح وازدهار صناعة السياحة وتتمتع فلاي أديل بمكاناً جيداً للاستفادة من هذا الاتجاه وتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين وقد أدى نموذج الشركة منخفض التكلفة إلى جانب التزامها بتوفير تجربة سفر عالية الجودة إلى جعل السفر الجوي في متناول شريحة أوسع من السكان مع استمرار فلاي أديل في النمو وتوسيع شبكتها فإن الشركة مهيئة لمواصلة النجاح وقد لاقت تزامها بتوفير السفر الجوي بأسعار معقولة ومريحة صدى لدى المسافرين مما جعلها خياراً شائعاً للسفر الداخلي والدولي على حد سواء ومع أسطول حديث وموفر للوقود وشبكة خطوط استراتيجية وفريق عمل متفان تتمتع فلاي أديل بمكاناً جيداً لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة الطيران العالمية